الهدف الثالث لهذا اليوم التوافق شو منرمز للتوافق يا شباب نرمز للتوافق بـ C C حرف C كنا نرمز للتراتيب بحرف P تمام التوافق حرف C نفتح قوس منحط الرقم N ومنحط الرقم R رقمين لأنه أنا في الغالي بكون أخذي مجموعة من مجموعة شو قال توافق ال-NR C ال-NR يعني توافق ال-NR قال يساوي تراتيب ال-N.R على تباديل ال-R تراتيب ال-N.R على تباديل هاي تباديل أخذناها لما بيكون عندك هيك P3 هاي بسميه تباديل 3 يا ابني تتذكروا كيف فكيناها تباديل 3 3 ضرب 2 ضرب 1 إذن تباديل 3 3 ضرب 2 ضرب 1 بدي نتعلم اليوم كيف ننطبي التوافق بعدين منتعلم اي ما تمنطبقه بس أنا كقانون عم فهمك يا إذن هو عبارة C-N.R عن تراتيب ال-N.R على تباديل R حيث N أكبر أو يساوي R لازم العدد الأول أكبر أو يساوي العدد الثاني طيب إذا كان أصغر غير مقبول لا يمكن حسابه طبعا يا ابني إنه R أعداد طبيعي N فاصلي R تنتمي للمجموعة N تنتمي للمجموعة الأعداد الطبيعي N كان إنه كان R تمام يا ابني طيب ما منفهمه غير بمثال فانتبه لعنده لأعطيك مثال ونشوف شلون ننطبقه رح ناخد أول شيء أمثلي رح أاخد توافيق الخمسة 3 توافيق الخمسة 3 مثل القانون اللي قدامك شو بيه لك توافيق الـ N فاصلي R R تراتيب الـ N فاصلي R معناته تراتيب الخمسة فاصة 3 على تباديل الـ 3 على تباديل الـ 3 تراتيب الخمسة فاصة 3 كتب من فكه برح أتعلمنا إنه هي عبارة عن خمسة ضرب أربعة ضرب تلاتي هاو دي عددن تلات مرات 3 أعداد حسب أين مسقط حسب المسقط الثاني هاد على تباديل الـ 3 هي 3 بـ 2 بـ 1 تباديل الـ N في النقص واحد لتوصل للواحد بتضربهن ببعضهن ويساوي يا ابني الـ 3 هاي بتروح مع هاي 3 عبق تزيل الأربعة بتروح مع الـ 2 بيضل محل الأربعة اللي بالبسط 2 2 بدي 5 10 والجواب 10 تعال ناخد مثال آخر رح ناخد مثال آخر تبهي لعندي وبعدين مرد أنا بعطيكم لعندي توافيق 7.4 كيف فكيناها تراتيب 7.4 على تباديل الأربعة البسط تراتيب البالمقام تباديل تمام يا ابني تراتيب 7.4 هي 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 لازم يكون عددهم أربعة حسب المسقط الثاني تماما صح على تباديل الأربعة أربعة ضرب ثلاثة ضرب اتنين ضرب واحد بختصر يا ابني الأربعة مع الأربعة الاتنين ضرب ثلاثة ستة اختصرت اتنين بثلاثة ستة مع البسط 5 بسبعة ضل عندك 35 الجواب 35 بناخد مثال أخير وأنا بكتبوه على وقت حسبوه قبله C مثلا ثماني فاصل ثلاثة بإمكانك تطيح الخطوة الأولى وتنتقل للتاني فورا تفكه بيصير بيصير ما تكتب لي تراتيب الثماني فاصل ثلاثة بس الأزبط أنه نطبي القانون بينما ندرب ويساوي تراتيب ثلاثة أشو يساوي يا ابني بتبدأ بالثماني بتخفف من النواحي بتنقص من النواحي بيضل سبعة السبعة بتنقص من النواحي بيصير ستة والستة بتنقص من النواحي بيصير خمسة بس ما بكمل ليش لأنه أنا بديها على ثلاث أعداد بس ثماني ضرب سبعة ضرب ستة بتدي على ثلاث سباديل للثلاث ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد لازم ضل نقص لوصل للواحد تمام منختزل شو من نختزل ثلاث ضرب اثنين يا شباب ستة الستة اللي بالبسط بتروح مع الاثنين بالثلاث بيضل سبعة ضرب ثماني سبعة ضرب ثماني ستة وخمسين وهو المطلوب سبعة ضرب ثماني ستة وخمسين وهو المطلوب تمام يا ابني تمام يا شباب تعلمنا كقانون أنا ما علمتك أي ما تبدي تطبيق التوافق لسه هلأ أخذتلك يا هشو كقانون تمام يا ابني وهلأ رح نتعلم كيف نطبق للتوافق أو بأي مسائل أنا أقوم بتطبيق تبه لعندي لنبدأ بفكرة جديدة طبعا ما زننا في التوافق نشاط خالد أب لعائلة تحوي أربعة أولاد وهم سناء ومحمد ووليد وسمير عنده أربع أولاد تمام قال دعي خالد لحضور مباراة كرة قدم وقد ديمت له ثلاث بطاقات دعوة لحضور مباراة مباراة بكم طريقة يمكن لخالد أن يختار ثلاثة من أبنائه لمرافقته في حضور المباراة فقط معه للمباراة طيب أي أولاد سيأخذ معه فيه عنده كتير طرق يعني محتمل يأخذ سناء ومحمد وليد مع بعض ومحتمل ومحمد وليد وسمير ومحتمل سناء ومحمد وليد بدون سمير ومحتمل سناء وليد وسمير بدون محمد عنده خيارات كتير يا ابني ولكن ما يميز هاي المسألة عن مسائل الدرس السابق أنه المجموعة الأولاد اللي بدي يختارها من الأولاد الأربعة ليس لها ترتيب يعني أنا بدأ أخذ مجموعة هني ثلاث أولاد ههو دي ثلاث أولاد عطيت لك كل واحي رقم أو عطيت لك كل واحي فيهم ميزي أو عطيت لك كل واحي فيهم مكاني لا ثلاثتهم اللي سحبتهم من المجموعة الأساسي نفس المرتبة نفس الميزي ما ما عطيتهم أي ميزي رح أسحب ثلاثي ومشي تمام يا ابني إذن يا شباب أنا رح أسحب ثلاث أولاد آخذهم وهو المجموعة المختارة من المجموعة الرئيسي لا يوجد فرق بين عناصرها ما حطيت واحي رئيس واحي نائب رئيس واحي أمين سر أبدا لك شو أخذت مجموعة مختارة من المجموعة الأصلي وما عطيت لأي فرد فيهم ترتيب معناته هون يا ابني بطبيق التوافق ليش بطبيق التوافق لأن المجموعة المختارة ليس لها ترتيب عيد دائما أنا عندي مجموعة كلي وعب أختار منا مجموعة جزئي منا محتمل الجزئي تكون أد الكل محتمل لا ما في مشكلة ولكن المجموعة الجزئي اللي اخترت هل يوجد ميزي العناصرة هل يوجد ترتيب العناصرة هل يوجد قيمة لكل عنصر تختلف عن الآخر لا نفس القيمة كلهم معناته لا يوجد ترتيب في اللجنة المختارة أو في الأفراد المختارين تمام لذلك بطبيق التوافق إذن متى نستخدم التوافق نستخدم التوافق عندما اكتبع عندك تكون اللجنة المختارة أو الأعداد المختارين ليس لهم ترتيب ما بتفرق إن أخد سناء محمد وليد ولا محمد سناء وليد ولا وليد سناء محمد أنا رح أخد حسيب سناء ومحمد وليد فشلون ما رتبتون سناء محمد وليد وليد محمد سناء محمد وليد سناء ثلاث ترتيبات من نفس الشي ما فرقت تمام يا ابني فهون بتطبيق شو التوافق شو شلون بتطبيق التوافق كم عدد الأطفال اللي عندك عندي أربع أطفال شا تبدي أختار منهم بدي أختار ثلاثة بس خلصت معناته رح تطبيق فورا قانون توافق الأربعة ثلاثة وفكوا كيف تعلمت كيف تعلمت فكوا رح فكوا إذن يا شباب توافق الأربعة ثلاثة يساوي تراتيب الأربعة ثلاثة على تبديل ثلاثة تراتيب الأربعة ثلاثة هي أربعة ضرب ثلاثة ضرب اتنين على تبديل الثلاثة هي ثلاثة باتنين بواحد نختصر ابني ثلاثة مع ثلاثة بتروح واثنين مع ثلاثة بروح والجواب أربعة إذن يا ابني بكم طريقة هو بيقدر يختار بأربع طرق تمام يا ابني بأربع طرق هلأ اللي بيقلي مبارحة أنا حليت بعدي الطرق يعني كنت حل الأمس اللي بعدي الطرق مختلفة اللي بيقلي هل يوجد طريقة أخرى للحل لا يوجد طريقة أخرى للحل إذن هاي المسألة حليت بطريقة التوافق ولا توجد أي طريقة أخرى يمكن حل فيها أبدا إلا لحالة إذا بإمكاني يكتب يعني تحذر تحذير كيف يعني يعني إلاك رح أخذ حرف من كل اسم إلاك يمكن أخذ سناء ومحمد ووليد وسمير رح سمير آر مثلا ووليد وسمير هاي طريقة عفوا بدون سمير لا سمير رح سمير آر هاوتي ثلاث أطفال أو محتمل أخذ سناء تمام يعني فكر فيها تفكير ومحمد وبدال وليد حط سمير تمام وبدال وليد روح حط سمير ويمكن أخذ سناء وبدال الام محمد حط سمير آر وآخذ وليد ويمكن أخذ سمير سمير ومحمد ووليد هاوتي أربع هاوتي هني الطرق طيب هل يوجد ترتيب؟ لا لأنه سمير محمد وليد يا ابني نفسها محمد وليد سمير عرفت؟ ما في ترتيب ما في ترتيب بين عناصر يعني سمير ومحمد ووليد هاي أول وحدي هي بتنعم إنه شلو ما رتبتوا نفس الشي فهو دي هني الأربع طرقه اللي طلعوا معه فقدامه ها الأب إذن إنه سمير ومحمد ووليده تمام هاو دي الخيارات إذا حبيت تعرف الخيارات اللي قدامه هاي هي الخيارات إذن قدامنا يا شباب أربع طرق ليشو؟ لأن يختار يمكنه لخالد أن يختار ثلاثة من أبنائه لمرافقته في حضور المباراة ناخد مثال آخر مثال تبه لعندها إذا كانت آل تضم الأرقام واحد اتنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثماني من الواحد إلى ثماني تمام يا ابني تمام يا ابني ما عدد المجموعات من إيه والمكون كل منها من أربعة عناصر أنا بدي أختار من هالأتمن أرقام إيش بدي أختار مجموعة يا شباب هاي المجموعة جزئية شوف أنا ما عب بختار عدد مؤلف من أربع مراتب مثل مبير حالي حلينا لاحظ مجموعة أرقام مجموعة يعني كيف يعني يعني مثلا أخذت الأرقام واحد اتنين ثلاثي ألفي من أربع أرقام واحد اتنين ثلاثي أربع ما بصير تقرال إياها هاي ألف وميتين وأربعة وثلاثين ليست عدد هذا أنا ما اخترت عدد مؤلف من أربع مراتب أنا اخترت أربعة أرقام ما رح حطر لك بيناتهم فواصل حتى ما تحسبوا هذا عدد واحد فهمت شلون نحنا مبارحة مثلا حلينا ولكن اخترنا ما عدد الأرقام أو الأعداد التي يمكن أن نكونها من هاي المجموعة بحيث كل عدد بؤلف من أربع مراتب هذا حكي تاني تمام يا ابني أنا هلأ يا شباب عب بختار مجموعة جزئي مجموعة واحد نين ثلاثي أربعة هاي بحتمل تكون خربطة بحتمل اكتبها أربعة ثلاثي اتنين واحي نفسها اتنين واحي لذلك ما بصير تقرال إياها على شكل ألف وميتين وأربعة وثلاثين هي ليست عدد هي مجموعة لذلك توضع ضمن أقواس مجموعة يا شباب تمام يا ابني تمام فأنا ليش عب أكد عليك بها الفكرة أنا رح أختار مثمين أرقام مجموعة هاي المجموعة مؤلفي من أربع عناصر من أربع أرقام هاو دي الأرقام ما فيهم ترتيب ما عطيت كل عنصر فيه إيمي أو ميزة تختلف عن العنصر الآخر ما قلتلك عندي أحد وعشرات ومئات وقلوف لا قلتلك أنا أخط مجموعات جزئي بالمجموعة الجزئي مثل هلا هاي مجموعة عناصر بيناتون فواصل إلو النفس الإيمي يعني إيمة الواحي لا تختلف عن إيمة الثنين غير لما بشكل لك الرقم اطنعش الرقم اطنعش لما بحط لك يا هيك يا ابني هذا الرقم الإسنان غير الواحي الواحي هو ما بقرأ واحي عشرة والاثنين أحد تمام إذن الاثنين مرتبت وغير مرتبت العشرات الواحي ولكن لما بكتب لك ما اختلفوا تمام ما واحد أحد وحي عشرات مجموعة جزئية إذن يا ابني أنا كذلك هون عندي مجموعة كلي مؤلفة متمنى عناصر رح أختار منا أربع عناصر وهو دي العناصر المختارة لم أعطي لعناصر أي أهمية للترتيب لم أعطي لعناصر أي ميزة أو ترتيب معين معناته شو بدي طبي بدي طبي التوافق بدي طبي شو التوافق ليش ما في ترتيب بس فقد الترتيب قدامك طريق واحد بدك تمشي فيه ما في قدامك غيره هو التوافق يا ابني كم عدد عناصر مجموعتك تماني شد رح تختار منن يا ابني رح تختار منن أربعة إذن تماني أربعة تمام يا ابني إذن نقول توافق التماني أربعة تساوي ترتيب التماني أربعة على تباديل الأربعة كيف ترتيب التماني أربعة والتماني ضرب سبعة ضرب ستة ضرب خمسة لاحظ عددن أربعة حسب هاي الأربعة تمام تماني بسبعة بستة بخمسة تباديل الأربعة أربعة بثلاثة بثنين بواحد بختصي ريابني ثلاثة ضرب اثنين ستة راحت مع الستة الأربعة مع الثماني راحت ضل عندي من الثماني اثنين تمام اثنين بخمسة عشرة عشرة بسبعة سبعين الجواب 70 مع عدد المجموعات 70 مجموعة من 8 عناصر يا شباب خرج كون 70 مجموعة